وقع الدكتور رصالح قاسم الثرم مدير عام مكتب الصحة العام والسكان بمحافظة أبيان مع علي السلفي نائب مدير مشروع المياه الصرف الصحي بمنظمة التكافل الفرنسية والمهندس فارس المردعي ضابط مشروع المياه الصرف الصحي على اتفاقية ترميم مستشفى شقرة وذلك من خلال تنفيذ أعمال الترميم لأعمال الصرف الصحي والمياه في أطار مشروع الاستجابة المتكاملة متعددة القطاعات للصدمات المفاجئة والاحتياجات الحادة للسكان المتأثرين بالصراع في الأراضي الخاصة لسيطرة الحكومة اليمنية ذلك بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية وأثناء الثرم على تدخلات منظمة التكافل الفرنسية وتمنين زيادة التدخلات في القطاع الصحي في مختلف مدريات محافظة أبيان